بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون أمان الرحيم أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد فقد وقفنا في نهاية اللقاء السابق عند قوله سبحانه وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وقلنا إن المعنى في إجماله قد تكرر في سورة الأعراف إلا أنه قال بذل إذ نجيناكم إذ أنجيناكم واختلف أيضا في يذبحون ويقتلون واختلفت هاتان الآيتان مع آية إبراهيم لأن آية إبراهيم كانت من قول موسى ولذلك عطف بالواو في قوله يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناء أبناء وقلنا السبب في ذلك أولا في نجينا وأنجينا وبقي أن نقول في قوله سبحانه يذبحون ويقتلون الضبح لابد أن يكون بفرد الأودجين نعم راقبة كده هفرد الأودج ده يفجر الآيه الدم لكن القدل قد يكون بذلك وبغيره فالذي يميت خنقا والذي يميت إغراقا برضو بيقتل ولا لا إلا أنه ببيسلش إيه ببيسلش دم فكأن فرعون حينما أراد أن ينتكم من ذريات بني إسرائيل انتقم منهم انتقامين انتقام لأنهم كانوا شيعة الهكسوس الذين ملكوا مصر استعمارا واحتلالا ولذلك كان يوسف على خزائن الأرض مش قال الملك أؤتوني بي أستخلصه لنفسي فكأنهم كانوا موالين لهؤلاء فلما أخرج هؤلاء أصبح بني إسرائيل كأنهم من أنصار وبقية من؟ بقية الوكسوس لا قاعدوا يسومونهم سوء الإيه؟ العزاب طب ومسألة التقتيل والتزبيح ليه قال لك إن رأى رؤية إن نار هبت جتله من بيت المقدس وأحرقت كل مصريين ولم ينقوا منها إلا الإسرائيليين فلما طلب تأويل الرؤية عند أحباره وكهانه وإلى آخره قالوا له إن يا يخرج من ذريات إسرائيل ولد يكون زوال ملكك على إيه؟ على إيده فماذا يصنع؟ جاء بحكية التزبيح والقاتل به فأمر القوابل إن كل ولد كل ذكر يجي يزبح فلما حصل هذا كسر القتل في ذريات إسرائيل الذكور وكبر السن في الكبار يموتون أدفأنوا فيهم فقال القوم الذين ألفوا السيادة وألفوا أن يكون هؤلاء في خدمتهم لفرعون إن يوشك بني إسرائيل إن ما يبقاش عندنا حد عشان يقوم بخدمتنا حدش يقوم بخدمتنا فتوسطوا عنده فجعل الزبح عاما والإبقاء على المولودين عاما فهاروم ولد في السنة التي لم يكن فيها زبح وموسى جاء دوره في السنة اللي فيها الزبح وحصل ما حدث مما إيه؟ مما تعرفون إذن علة التزبيح هي إيه؟ الخوف آه الخوف من ضياع الملك وعلة السوم العذاب الأولانية دي كانت لأنهم كانوا من بقايا الهكسوس والمستعمري إحنا قلنا كلمة يسومونكم سوء العذاب يزبحون أبناءكم وإذا كلمة الإبن إذا أطلقت للنصرف للذكر إنما الولد يطلقه على الذكري وعلى الإيه؟ وعلى الإيه؟ وعلى الإيه؟ وعلى الإنسة نلاحظ إن التزبيح كان للمولودين يبقى يزبحون أبناءكم ويستحيون إيه؟ مش بناتكم؟ مش كده القياس؟ إنما ده يدلك على معنى آخر أن الحق آسر التعبير ويستحيون نساءكم على الفكرة المقصودة من إبقاء عنصر الأنسة لأ حيصيرهم نساء سراري يتمتعوا بيهم فما ألش بنات لأن كلمة بنات دي تفيد إيه؟ إنهم برضو يفضلوا قال لك لا ما يقولون إليه حيصيروا إلى إيه؟ إلا نساء ومدام حيصيروا إلى نساء يبقى معنى ذلك أنهم يريدينهم إيه؟ سراري يبقى دي ودي زيادة في التنكيل لأن الرجل حين يحزيبه أمر يقضي على حياته يبقى خلاص سلم في نفسه ولكن الذي يؤلمه أن يترك إيه؟ آه عملية شقة أوي يبقى إذن العذاب جاء من ناحيتين من ناحية إذهاك الحياة ومن ناحية إبقاء الإيه؟ النساء إبقاء النساء وسمهم إيه؟ نساء وكلمة نساء دي بيقولوا عنها اللغويين أنها هي نساء ونسوة ونسوان كلها جمع إلا أنه لم يرد لها مفرد ما أن كل جمع يبقى له إيه؟ يبقى له مفرد لكن الجمع هو نساء نسوان يعني نساء النبي وقال نسوات في المدينة مثلا ونسوان أيضا دي كلها جمع هذا جمع لا واحدة له إيه؟ لا واحدة له من لفظه وإنه ونزلك لما يقول لك واحد يتعلم عليك يقول لك ما مفرد نساء تقول له امرأة تقول له ايه؟ امرأة يعني دليل على أنه مالوش ايه؟ مالوش مفرد من ايه؟ من جنس كلام على الأمم إذن يزبحون ابنكم واستحيون نساءكم؟ أعرفنا الإشارة في قوله ايه؟ نساء الحق سبحانه وتعالى وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ما هو البلاء؟ ايه البلاء دي؟ يظن الناس أن البلاء هو الشر نا البلاء يقول الله فيه ونبلوكم بالإيه؟ بالشر والخير فتنة إذن ففيه بلاء بالشر وبلاء بالإيه؟ بالخير لمبلية المؤمنين منه بلاء إيه؟ حسنة حسنة إذن فيه بلاء حسنة إذن كلمة بلاء لا تخيفك تخيف إيه؟ إنت حتمتهي من البلاء إلى إيه؟ يبقى أنت الذي تخيف نفسك بنهايتك من البلاء إن كان البلاء والابتلاء فصبرت عليه أو بلاء بالنعمة فشكرتها يبقى أنت نجحت يبقى البلاء كويس قوي دي معنى ليبقى المؤمنين منها إيه؟ بلاءا إيه؟ حسنة ونبلوكم بالشر والإيه؟ ولذلك أنا قلت في الحلقة اللي كده فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فإيه؟ فأكرامهما فيقوله ربي أكرامهما إذا ما ابتلاه فقدر عليه يبقى إذا الابتلاه في إيه؟ يبقى إذا كلمة الابتلاه ما تخافش منها زي كلمة امتحان هل تعني كلمة امتحان سقوط؟ لا ولا قد تعني نجاح؟ نجاح كذلك الابتلاه هتنجح فيه ولا تسقط؟ ها هتنجح ولا تسقط؟ يبقى كلمة الامتحان في ذاتها مش مزمومة مزمومة عند مين؟ عند الله اللي ما بيذكرش اللي ما بيلتفيش وهينفضح وهينفضح إيه؟ هينفضح أمره إذن كلمة لابتلاء الله سبحانه وتعالى يقول في خليله إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات يعني اختبره أيؤدي أو لا يؤدي ومدام ربنا بيبتلي بالشر وبيبتلي بالخير يبقى إذا ابتلى بالشر يريد من يصبر وإذا ابتلى بالخير يريد من يصبر علشان إيه؟ علشان ننجح وفي ذلكم بلاء إيه؟ فإن كنتم في سوم العذاب صابرين قد يبقى نجحتوا في البلاء وإن كنتم في استقبال نعمة الإنجاء شاكرين يبقى نجحتوا في البلاء يبقى إذن فيها بلاء من إيه؟ من جهتين بلاء بالشر وبلاء بالإيه؟ وبلاء بالشر الأشياء التي حدثت لكم من تقديل وذبح وتعذيب وسوم عذاب وخدمة وإلى آخره إن كنتم قد استقبلتموها بالصبر يبقى نجحتوا والإنجاء إن استقبلتموها الشكر يبقى إيه؟ يبقى وفي ذلكم بلاء إيه؟ بلاء عظيم يعني اختبار وانتحان إيه؟ لكم وكلمة البلاء وحدها لا توهموا النفس أنها سيئة بل إنها إما أن يكون للخير وإما أن يكون للإيه؟ الشر وكذلك الفتنة الناس بتظن الإيه؟ الفتنة ديًا برضو وحشة نقولوا لا ده الفتنة معناها عرضوا الزهب على النار الزهب لما يختلط بشوية مواد يقوموا يرضوه في البواتق على الإيه؟ على النار ويقعد كده عشان يطرد إيه؟ الخبس الخبس بتاعه والمواد الغريبة ويبقى إيه؟ هذه الفتنة ولذلك أحاسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ مش ممكن يبقى برضو الفتنة واتخافش منها وهي برضو الفتنة إيه؟ تطهير وتمحيص علشان المعدن يطلع منه الخبس كله ويفضل معه الجوهر الإيه؟ الجوهر الإيه؟ النقي وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم أي بلاء من جهتين أنتم اللي تقدروا تنجعوا فيه ولا إيه؟ ولا تسأطوا برضو قائز تاني وإذ فرقنا بكم البحر لأن الإنجاء ده له وسيلة له نجاهم إزاي؟ من ألف رعوب يزبحون أبنائهم ويسحون ينسأهم إيه؟ إزاي نجاهم؟ أهجاب حكاية إيه؟ وسيلة الإيه؟ الإنجاء وسيلة الإنجاء خرج موسى وجمع القوم وكانوا مش عارف ستمائة ألف على ما أظن كده أو طلع فائر الفرعون فخرج بإيه؟ بألف ألف وبعدين لما شفوه ما بقى طبعا كان هناك قول من فرعون وكان قول من قوم موسى وقول من موسى إن هؤلاء لشرزيمة قليلون ده كلام مين؟ فرعون وإنهم لنا لغائضون وإننا لإيه؟ جميع الحذرون ده اللي قالوا مين؟ بيهوم من شأن الجماعة لكن قوم موسى ساعة ما شافوا الحكاية دي قالوا له إيه وزينا من قبل أن من تأتي لهم بعد ما إيه؟ ما جئتنا إحنا إيه وزينا قبلك وإيه؟ بعدك قال عسى ربنا سبحانه وتعالى أن يهلك عدواكم ويستخلفكم في الأرض وبعدين ينظر كيف قد حتعملوا إيه؟ شو قال كده؟ عسى ربكم أن يهلك يبقى ثلاث تعليقات من المعسكر معسكر فرعون قال إن هؤلاء لشرزمة قليل وإنهم لنا وإننا لجميع حذروا وقم موسى قالوا إيه؟ قالوا قودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد يعني أنت قبل ما تجي تعبنا ومن بعد ما جيت كيف؟ كيف؟ موسى بيقول لهم عسى ربكم أن يهلك ويستخلف كنت في الأرض وبعدين حينظر كيف تعملوا حصلت المسألة دي؟ طبعا لما جيت قم في العنب بعددهم الضخم ده كده وابتعوا حجزة دي قال قوم موسى إيه؟ إنا لمدركون إنا؟ ده كلام طبيعي ومنطق طبيعي قلنا حين يتكلم الإنسان بمنطق الأسباب ما يتهم في كلامه لأنه يتكلم بالمنطق المحدود فإنا لمدركون قطعا هذا البحر وهذا هو الإيه؟ العدو مسألة مش عايزة كلام لكن حين تخرج المسألة عن نطاق الأسباب إلى طلاقة قدرة المسبب حل آخر ولذلك موسى لم يجد في كلامه ما يناقض الأسباب مش قالوا إنا لمدركون؟ أم هو قال بملء فمه؟ كلا كيف يقول على أمر يعلم أن الأسباب مؤيدة لمنطقهم؟ ثم يقول كلا ألا يخشى أن يكذب بعد لحظة؟ لا ده لو كان بيتكلم بقانون الأسباب ولذلك نقل المسألة من الأسباب إلى المسبب الله الله إنما يا ربي سيهدين صحيح بمنطقنا؟ نحن مدركون إنما بمنطق من أرسلني ولا يخزلني مش ممكن إنما يعرف إيه اللي حيحصل؟ لا معرفش فقط تذكر أن من أرسله لا يخزله ولا بد أنه سيتم رسالة وجاي رسول بس عشان ربنا يجيب أي واحد كده مش ممكن فقال لهم كلا بمنطق الأسباب إنما يا ربي سيهدين يعني يدلني على الطريق الذي لا يحقق ما تخافون منه ماذا يقولون مدركون؟ أم أوحى الله عليه أن يضرب بعصاك البحر البحر فضرب بعصاه البحر فانفلق وما بدنا بديه يسولين إحنا كنا قلنا في الكلام ده أظن مرة تكلمنا فيه وقلنا إن بقى قانون الماء للستراك وقانون الماء السيولة وبعدين يقول لك فكان كل فرق كالإيه؟ كالطوض العظيم إزاي إن السيولة الماء دي تبقى الماء دي الجبل الطوض اللي هو الجبل الطوض اللي هو إيه؟ كيف تماسكت زرات الماء هذا التماسك؟ وبعد ذلك كل فرق من ناحية دي ومن ناحية دي كان الإيه؟ كالطوض العظيم طيب ولذلك إيه؟ فرقنا بكم الفرقنا بكم البحر يعني إيه فرقنا؟ الفرق والفصل بين شيئين الفصل بين شيئين والفرق الطائفة من كل شيء الطائفة من كل شيء ولذلك قال فكان كل إيه؟ فرق كالطوض العظيم وكلمة كل فرق تدل على إنها فرق متعددة لأنها لو كان الشق واحد ما كانش يقول كل فرق فرقين بس منها دول على إن الشق إيه؟ الشق متعدد قال لك الشق متعدد دي جاية في حتة الأصباط فكأن كل واحد من سلالة صبت 12 صبت كل صبت له إيه؟ طريق له طريق صبت دا بيمشي منه ليه؟ علشان الهم حتى في الاستسقاء فانفجرت منه إيه؟ 16 عشرة عائل برضو عشان ما يزحموشي ويبقى كل إيه؟ وقد علم كل أناس إيه؟ مشربة برضو في الحكاة دي فكان كل فرق كان إيه؟ كالطوض العظيم وبعدين افرض من المية بقت كده ولمكده لكن الطين اللي في البحر ديه؟ قالوا أن الله أرسل ريحا مرت عليه فجففت ولذلك يضرب لهم طريقا في البحر يابسا يبس يمكن يتوحلوا في البتاع وتغرزوا فيه فيبقى عايز حكتين اتنين عايزين كل فرق خطوض وعايزين للطريق يبقى إيه؟ يبقى اللي صبت بقى قال إنهم في طرق أخرى مزواز يالدي أنا لا نريد أن نطمئن عليهم فقال موسى ورفع يده إلى الله وقال اللهم أعني على أخلاقهم السيئة فأوحى الله له ثانية أن يضرب بعصاه كذا وكذا فلما ضرب العصى صار في كل حاجز مثل الكوة طاق الزايد كده مخرأة فكانوا إيه؟ يا ترأى طبعا لما نجلوا وعدوا في الناحية الأخرى كان قوم فرعون وصلوا قالوا أيضا إن فرعون ركب الفرس بتاعه وبعد ذلك صور الله له أتانا عليها فرع مهرة عليها ملك وشبقة شبقة يعني تطلب أن تخصب شب بقى الحيوان لما يطلب أن يخصب بشكله إيه؟ بس فالفرس راح إيه؟ يجري علشان إيه؟ عمله عملية جذب له عملية إيه؟ جذب له وبعد ذلك حينما حينما خرج موسى وقومه في الجهد الأخرى أراد موسى أن يقطع عليهم الطريقة حتى لا يأتوا من الطريق الذي خرجوا منه فأراد أن يضرب البحر اللي يعود إلى ما كان عليه فقال الله له واترك البحر رهوى ساكنا على ما هو عليه قال ليه زي ماهو لأن أنا أريد أن كنت تنفيد من هنا هم يغترون ويمشوا فيه حينما يكون أولهم في آخر البحر من نحياني وآخرهم في آخر أعيد الماء إلى استطراقه فأكون قد أنجيت وأهلكت بالسبب الواحد الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يريد أن يمن عليهم بهذه أولا أنه نجاهم من العذاب وأهلك عدوهم فكان العطاء عطائهم عطاء إيجاب بأنه أنجاهم وعطاء سلبي بأنه إيه أهلك إيه أهلك عدوه وإذ فرقنا بكم البحر مدام فرقوا على قد الأسباط يبقى فرقنا بكم البحر مثلا إفرض لناها كده البحر عن شابوه زي الكف كده وكل فرقه هو كان إيه كالطور إما أنتوا فرقتوا البحر بالطرق أو البحر فرقكم مش كده إيه إيه يا الأصابع هي اللي فرقت الفراغ يا الفراغ هو اللي فرق الأصابع مش هي هي كده يا أنتم اللي فرقتوا بين كل فرق كالطود دي أنتم اللي فرقتهم يا هي اللي إيه اللي فرقت بينكم إذن فالبحر مفرق ومفرق البحر مفرق ومفرق وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم إيه حين في السورة دي الآية دي ما تكلمش عن فرعون تكلم عن إغراق مين قال فرعون لأنه فرعون ده كان بيسجسون للناس العذاب بنفسه ولا بمن معه وإن كان في آيات أخرى جابه أغرقناه ومن معه إيه أجمعيه وبعدين أفراده قال يوم نرجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية كده ولا لا وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون إغراقهم وحينما ترى لعدوك مصرعا رؤيتك مصرع لعدوك ده لذة أخرى لذة أخرى انت تبص كده تلاقيك انت في مقام الانبساط بأنك انت صارت وبعدين تشوفه هو كده تبقى ده إيه وأنتم إيه وأنتم أو ينظروا بعضكم إلى بعض عشان تتطمنوا أنه كلكم إيه أنه كلكم نفدتم وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون لا حاول ولا أخذت وعدنا موسى أربعين ليلة أي ليعطيه المنهج هو في المرة الأولى حينما آنس من جانب الطول نارا وبعد ذلك تجلى الحق بكلامه عليه كل ما كان عنده أنه أعطاه أنه رسول رب العالمين وأنه أرسلك عشان تخلص بني إسرائيل من عذاب فرعون وأني ممدك بآيات علشان يقتنع بها فرعون أنك أنت منتش جاي بدون سند وبدون ركن رشيد المنهج ما كانش لسه جاي المنهج بعد العملية بادي وطلعت حيث المنهج فالله سبحانه وتعالى وعد موسى علشان يدينه المنهج أربعين ليلة اللي هي برضو إيه؟ ثلاثين ليلة وأتممناها إيه؟ بعشر ساعة يتكلم الدين عن الزمن يتكلم دائما بالليلة يعني إحنا مثلا لما نيجي نصوم نقوم ندخل شهر الصوم بدخول الليلة مش كده ولا إيه؟ لأن الليلة كما قلنا فيه علامة مميزة للتأريخ قلنا إن الشمس تشرق كل يوم وتعرب تديني اليوم إنما ما تقدرش تعرف منها الشهر لو عندك حسابات دقيقة لافتراك مطالعها تستطيع أن تعرف إنما العين المجردة ما تجبهاش إنما العين المجردة تعرف إن الهلال لما يطلع كده يبقى بدأ الإيه؟ بدأ الشهر يبقى إذن يدخلوا النهار في منطق الديني بدخول إيه؟ بدخول الليل ولذلك نصلي التراويح قبل ما نسوه مش كده؟ نصلي التراويح قبل ما نسوه وبعدين يكون آخر صلاتنا برمضان صيام وهوش قيام؟ مش كده ولا إيه؟ نصوم إيه؟ آه، يعني الأول نصلي إيه؟ التراويح لأن دي ليلة من ليالي إيه؟ رمضان وفي آخر يوم في رمضان نصوم والنبى بعدين ما فيش عندنا تراويح لأن دي بتاعت إيه؟ بتاعت العيد بقى؟ آه، يبقى كأن الليلة هو المعيار الزمني الذي يحتسب في الإيه؟ في الدين وما فيش ليلة في الدين بتتبع النهار إلا في شيء واحد وهي الليل اللي يجي بعد يوم عرفة يبقى عرفته ويعرفه بيوم وبعدين تيجي وإيه؟ تيجي الليلة اللي هي بنروح فيها على مزدلفة وبعدين نروح نرمي إيه؟ آه، نروح نرمي الجامعة يبقى إذن الليلة هي إيه؟ هي ابتداء الزمن الذي يراد في التدعي والزمن عند الله عدته إثنى عشر إيه؟ السنة؟ إثنى عشر إيه؟ شهر إذن، السنة الميلادية زي ما احنا بنقول بتختلف عن السنة الهجرية ولذلك أن قلت في سبب ذلك أن الله سبحانه وتعالى وزع رحمته على كونه كله فلو أن المواقيت الدينية سارت على التوقيت الشمسي لكان رمضان لما يجي في منطقة في حر يفضل إيه؟ حر على طول، حر على طول، وفي برد يطلع إيه؟ برد على طول، قال لك لا نحن نروح موزعينها ونعملها هجرية لأن الهجرية دي هتعمل إيه؟ قمرية ويبقى في حد عشر يوم وقدي كده يبقى كل ثلاثة وتعسين سنة تفرق إيه؟ تفرق مثلا إيه؟ سنة ولذلك قلت لكم أن ربنا لما جي يتكلم عن قصة أهل الكهف ولبسوا في كهفهم إيه؟ ثلاثة مئة سنين وبعدين قال وزداد وتسعة كلمة وزداد وتسعة دي طب ما قالش ليه تلتمية وتسعة تلتمية وتسعة ونخلص قال لك لا هم ما يعرفي إلا تلتمية لأنهم كانوا بيرخواب الشمسية فلا يعرفون إلا إيه؟ فلو أنا قلت لهم من أول تلتمية وتسعة يقولوا لا دا إحنا هي تلتمية بعض لكن التوقيت عند الحق سبحانه وتعالى توقيتهم بالليلة فيقول إيه؟ ولبيسوا في كهفهم؟ ثلاثة إيه؟ مائة سنين و التلتمية سنة دولي هم اللي زادوا تسعة تسعة سنين يعني الزيادة جاء من بطن إيه؟ من بطن الشرور من بطن الشرور من بطن تلتمية الله يب Mohammed يبقى إذا بكل زادوا قد إيه؟ تسعة سنين تلتمية يبقى بكل إيه؟ كل من سنة ثلاثة سنين كل أه؟ سنة تزيب؟ تلتمية يبقى الحيضاشريوم اللي حيه فرق هذا توقيت بالليلة لأن الهلال يدلنا دلالة كونية تقصية على مدخل الشهر والشمس ما تقدرش الدين دي فنعرف اليوم بالشمس ونعرف الشهر والسنة من ليلة وتبين أن التوقيت بالزمن القمري أضبط من التوقيت بالزمن الميلادي لأن دا يفرق في كل ربعمائة سنة يوم ودوكها يفرق في كل ألفين وربعمائة سنة يوم ولذلك عيوم البحاري وعالم الأسماك والأحياء المائية كل حساباتها الآن بالقمر الحق سبحانه وتعالى ليه عمل كده وأن ربطنا علشان لما تكون السنة هتزيد 11 يوم الميلادية تقوم السنة الهجرية هتنقص 11 يوم يقوم يدور تدور مواسم العبادة دورتها في كل العام فيجي رمضان مرة في الشتا ومرة في الصيف ومرة في الخريف ومرة في الربيع مش كده؟ فكل الناس تنتفع بإني دا قصير وبارد وحر ومش عارف إيه وأيضاً الذين يحجون لو أني كده وكان يجي الحج ده في عز الصيف يبقى البلاد اللي في القطبين أو في البلاد اللي باردة دي ما يستطيعوش؟ يقول لك اللي ما يستطيعش يبقى تقصي يبقى كده يستنى لما تيجي الدورة ويجي الجو الإيه؟ يبقى أهل المنطقة الحارة المناطق الحارة يبقى لهم ممكن أنهم يخدم وأهل المناطق الباردة ممكن إيه؟ لأنه يبقى دا ما يستحملش ودا ما يستحملش ودا يصوم ودا يصوم تبقى عملية إيه؟ عملية موزعة ما يفضلش واحد يصوم اليوم في رمضان 14 ساعة وواحد يصومه؟ 8 ساعة نقول له لا ودا ما يصوموش في الحر ودا يصومو في الايه؟ يوم يبقى كله الاستطراق بيقول وأتممناها بعشر وأتممناها بعشرين كلمات فواعدنا نوسى أربعين ليلة وإذ وعدنا نوسى أربعين ليلة جابها كلها بالإجمال هنا لكن في آية تانية سلاتين وأتممناها إيه؟ وأتممناها بإيه؟ دعش فتم ميقات ربه أربعين ليلة ليه؟ لأن في الزمن حين تحسبه الحساب بيختلف إحنا عندنا دقيقة عندنا ساعة عندنا يوم عندنا إيه؟ أسبوع عندنا إيه؟ شهر تقوم لما تيجي في حاجة أكتر من الشهر يبقى الشهر هو الإيه؟ هو الفاصل إنما ما تجيشي في يوم و تيجي تقرخه لواحد و تلاتين من الشهر واحد على تلاتين من الشهر ما تقرخ ليش بدقيقة في السنين ما تقرخ ليش بالشهر في السنين ولا تقرخ باليوم في الشهر ولا تقرخ بالساعة في الأيام ولا تقرخ بالدقيقة في الساعات يبقى لازم تاخد كل إيه؟ يعني انت عمدك كمية مثلا rentedعوشة تعملها لي بالجرام إن كان ذون الكيلواء بقى جرم مش كده انما انكت اكتر تبقى كيلو اه مش كده ولا لا وحتى هم عملوا الحسبة دي ويجي في البشاء اللي هتبقى اكتر من كيلو وعمل لك قطعة حديد عشرة ايه عشرة مسلا كيلو وقطعة حديد خمسة ايه خمسة كيلو ازن فكل شيء على مدام يزيد عن الشهر يبقى ما يقول شربعين ليلة على طول كده يقول لك هو شهر بس عن زوده ايه لان المسألة زايدة عن الايه عن الشهر يوم يجي عن الشهر ايه هو ووعدنا نوسى الوعد ده عشان ايه جعل الله ذلك الوعاد تمحيصا لقوم نوسى لان الله يعلم فيهم طبيعة العناد واللجاجة ولا يأخذون المسألة بيسر وسهولة ولذلك رسول الله حذر امته من ان يكونوا كبني اسرائيل شددوا فشدد عليهم في قصة البقرة اللي حتيجي ما هي ما لونها ما هي ما لو ذبحوا اي بقرة نكفتهم لو ذبحوا اي بقرة من الاول نكفتهم ليه لان مدلول ما يقال له بقرة زبحنا انما انت بقى تقول ما هي ما لونها مش عارف ايه يعني يبقى لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تكونوا كبني اسرائيل شددوا فشدد عليهم يعني اتركوني ما تركتكم الله اتركوني لانني لا احب لكم العنة ولا احب لكم المشقة لا احب لكم العنة ولا احب لكم الايه فما دمت انا تركتكم ما تفتحوش انتو على نفسكم الايه على نفسكم الابواب الله سبحانه وتعالى اراد ان يمحص وبني اسرائيل تمحصا اخذ ويبين لنا موقفهم بعد الانجاع هيعمله ايه وإلا لو خطف لنا المسألة خطفة وجيه بعد الانجاع وهزلت التوراة ما كانش هيجي التمحص الثاني اللي طلع السامري كافر اللي طلع السامري ما جاء وبعدين موسى ذهب لميقات ربه واخذ الليه من قباء اللوية علشان يقابلوا ربنا عشان بقى حينزلهم الايه التوراة هم عملوا ايه بعدها مش جاوزنا ببني اسرائيل البحر مروا على قوم يعقفون على ايه قالوا اموسى جعل لنا الهن كما لهم الهن مش كده اللي حصل منهم كده المسألة لسه ما انتهتش لسه ما بردتش لسه انتو طالعين من الغم وبعدين لما انتفق موسى سابهم وخلف فيهم اخاه هارون وجيه بقى هم وهم في مصر عادة زي النظام التبيح او الخادم زي ما نقول لما يقوم بسا يعمل فرح يقوم يروح يعمل من عندي اسياده او من الناس اللي بيخدمهم او من الناس اللي بتاعه يجيبوا الايه هاتي الالاذة اللي البت تلبسها هاتي عندي الاسورة اللي البت تلبسها هاتي الخاتم هاتي مش عارف ايه هم عملوا بحكاة زي دي شوية افراع علشان ياخدوا من ايه من الام فرعون ياخدوا شوية حليه وهما عارفين بقى انهم انهم طلعين وخدوهم فضلة عمدهم الايه الحليه شوف لانهم حتى لما اختلسوها مع ان فرعونه متمرد لكن ربنا ما ابحليش ان انا اه لا نطيعوا لا نكافئوا من عصى الله فينا بان نعصى الله فيه ادي بعضها ولكن لا نكافئوا من عصى الله فينا بايه بان نطيع الله فيه وهذا هو التقريع لانك انت لم يجي واحد يحصى ربنا فيك وبعد انت يحصى ربنا خلاص انما ساعة ما تطيعوا انت تستخزع له انت قدرت على نفسك وتحكمت فيها وتحكمت في عواطفك وكزمت غيزك وغضبك وعملته بما يرضى الله دي تبقى لازع له اخر ولا مش لازع ايه اخر ولذلك هو ده اللي قاله ابو الدرداء لما بله انه فلون واحد شتمه قال له بعت له كده كتاب يقول له يا اخي لا تسرف في شتمنة بده برضه يحترم غيزه يقول له ايه شتمن لما مش كتير يعني خليك يعني اه اه يا اخي لا تسرف في ايه في شتمنة واجعل للصلح موضعه عشان ما تبقاش تخجل لما نستجمعنا مع بعض كده هتبقى تخجل لما وجعله فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا باكثر من ان نطيع الله فيه الله 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 لا نكافئ من عصى الله فينا باكثر من ان نطيعه الله فالحق سبحانه وتعالى خلي الاموال الدهب والحليه يقول ربنا يجعل الدهب والحليه دي مش ينتفعوا به يقول يجعلوا سبب في فتنتهم واغواءهم عشان يعبدوا العجل تاني ولما موسى السامير ياخد ويصهر الدهب ويعمل لهم عجل ويتفنن فيه ويجعله خوار ويقول له هذا الهكم وإله موسى الله شوف كمينه جاي منان يبقى مش ممكن يجي منه خير أبدا مش ممكن يجي منه خير ولذلك دي تنبهني اني انت ما تغتصيفش حاجة عشان تعمل بها حاجة لانها لن تأتيها لك إلا بشر ان كلت منها تبقى خلاياك تربت من الحرام ساعة الخلايا تتربى من الحرام تنمل للحرام انما خلايا تتربى من حلال تبقى خاشعة ما تدكش جنون ما تدكش هوس انما انت عايز خلايا تيجي من حرام وبعد ذلك لا تؤرقك في المعاصي ولذلك النبي عليه الصلاة قال لواحد منكم يدعو الله ومطعمه من حرام ومشربه من حرام ولباسه من حرام فقالنا يستجاب له ده الأبعاد نفسها مكونة من حرام شوف فيقوم ربنا سبحانه وتعالى انهم اختلسوا الحلية بتاع الايه بتاع القبط طوال فرعون واخدوها يمتج عليهم ايه ويجي موسى السامري ويروع من لهم الايه العجل وقولهم هذا الهكم وإله ايه وإله موسى وبعدين يجي يلاقي الحكاية وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون شوف كلمة وأنتم ظالمون ديا تدل على ان اتخاذ العجل كان لانهم ظلموا ظلموا في ايه خدوا ودائع من الغير وإن كان ولا ربه عاش خدوها سرقوها وقعدوا عمليون با ربنا ما يعملش بقى الا اه الا ليه ثم عفونا عنكم من بعد ذلك انتنا ناة تعملك الزنب والزنب الفضيع هذا زنب قمة زنب قمة زنب قمة لانه في ايه زنب في العقيدة قمة العقيدة ومع ذلك ربنا بقولوا وردو عفيت عنكم وبردو عفيت عنكم قصة بقى اتخاذ العجل حتيجي في الصورة أخرى مفصلة اتخذ قوم موسى من بعده عجلا جسدا له ايه الخوة وعرفنا بقى ان العجل ده ما اتخذ من حقلية مين يعني المادة بتاعته مسروقة المادة ايه وماذا مسروقة المادة مسروقة ومعمول منها ايه عجل عشان ايه يعبدو عشان تبقى حرام كم مرة يا خوة حرام كم مرة دي كتير اوي بعد ومع ذلك عفى الله عنه لانه يريد ان يستبقي عنصر الخير للناس ويريد ان يعلم خلقه انه ليس ربا جبارا ولكنه رب رحيم ويفتح ابواب التوبة كما قلنا لان فتح باب التوبة حص لخلايا الشر في النفس الانسانية لان لو ان كل انسان حين يزنب زنبا ينفلت من قضية الايمان ولا يتوب الله عليه ويقبل توبته يبقى كل واحد عمل زنب سيستشري بقى ما يخلص انتهت المسألة يبقى اسمه ايه زي ما بنقول عليه فائد مستبيع بقى ليه بهذا عايز يحصر خلايا الشر في النفس الانسانية ومدام يحصر خلايا الشر في النفس الانسانية وإلا فمن منا لم يزنب لو ان الله لم يفتح باب التوبة وازنبنا وحينلنا العقاب نقول خلاص ما انتهت المسألة بقى نعمل اللي احنا عايزينه نعمل اللي احنا عايزينه اهي نعمل اللي احنا عايزينه دي هي اللي ربنا مش عايزه وبعد ذلك قال لا لله افرحه بتوبة عبده المؤمن من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاة البعير اللي شايل عليه كل حاجة وماشي كده والبعدين البعير ته منه في الصحراء والراجل قعد يحتار عليه زاده وعليه خيمته وعليه كل حاجة ما هي كل دولته على البعير كل حاجة يعني وطنه وطنه البعير لان فيه البيت الشعر بتاعه وفيه الزاد وفيه كل حاجة بتاعه فساعة يضل بعيره يبقى مالوش حاجة أبدا يقول يلتفت ليه وماشي كده وقع على بعيره يفرح بيه ولا لا لله افرحه بتوبة عبده المؤمن من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاة شوف ربنا ايه شوف ربنا بيفرح ازاي اذا هذه العملية بفتح باب التوبة لان ربنا يعني يريد ان العالم حركته تطرب لا هو يريد ان تستقيم فهب ان نفسا غفلت مرة او شهوتها قادتها مرة او الشيطان وسوس لها مرة ما دمت يا ربي خالقني وانا لي اختيار ومن الممكن ان انسى وحصلت في ابونا ادم وانت علمتنا التجربة وبعدين توبت عليه ما هي العملية دي كلها ايه يبقى اذا فتحوا باب التوبة حصر لخلايا الشر في النفس الانسانية عمل عليها احصار وقال له لا ده بالعكس ولذلك الصالحين يقول لك ده فيه كثير من اعمال الخير بتتأتى من الناس الذين قد اصرفوا على انفسهم في بعض الشيط لانه لما اصرف في ناحية يقول يجي في ناحية خير تانيه يصرف فيها لعل الله يحمله هذه على هذه يقول تشوف ناحية ايه ناحية خير فيه كثير ولذلك يقول لك فلان كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وكل خير ان يتعدى الى الناس هو ده اللي يفرحه ربنا لان ربنا عايز مجتمع ايه مجتمع متساند مجتمع متعدد مجتمع ايه متكافل ولذلك الكريم بيبقى عند ربنا له منزلة كبيرة ليه لانه خيره متعدي ولذلك النبي يقول لنا تجافوا عن عسرات الكريم تجافوا يعني لما تلاقي للكريم عسرة داريها عليه وسيبها فان الله يأخذ بيده كلما عسر الله فان الله يأخذ بيده كلما ايه كلما عسر برضو ربنا ياخد ايه ياخد بيده اذا فكون الله يتوب عليهم مع انهم كفروا بالكمة في عبادة الايه في عبادة العجل قال لك طيب اهم كانوا لسه المنهج ما جاهش نستنى ما نشوف بقى حان ايه حيجي لهم المنهج مع مين مع موسى وموسى يرجع وبعد ذلك موسى يجي يرجع يلاقي المسألة دي يقول ما خطبك يا سامري ايش الحكاة اللي حصلت منك دي ونمسك اخوه اخوه انا اخرفتك كده علشان قال له يا ابن امه لا تأخذ بالحكاة ولا برأسي قلني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ايه ولم ترقب قولي انا اخفته عامل السامري السامري اللي كنا قلنا عليه فموسى اللذي رباه جبريل وكافر وموسى اللذي رباه في العون مرسل اه السامري دي سرق حاجة من حكاية جبريل كان ارى ان جبريل كان يجيله على فرس استئناسا ان دي يعني ما يفهمش انها مسائل مخالفة للسمن اه فكان بيشوف كده ان من الفرس بتاعت جبريل كل ما تمشى على حتة حافرها يطع حاجة يخضر ام قال الله اذا الحافر ده في ايه في سر طب ماني قتيجيله الحياة كده ويخضر ومش عارف ايه فهو بقى ايه راح واخد ايه اه خد شوية من اثر ايه من اثر الرسول ام لما عمل العجل حط شوية من اثر الرسول فقالوا دبت فيه الحياة ما تستعجبش من ان صاحب الفتنة يجد معونة من الاسباب عشان تفتن ليه ما هو علشان نصفي المسائل عشان نصفي المسائل لان الذي يحمله ضعوة لا بد ان يهيئ تهيئة خاصة ويعد اعداد ممحص ولذلك قبل ما ينتقل الرسول الى المدينة حصلت الفتنة والابتلاقات للصحابة عشان مين ما اثبتش الا الجوهر الايه الصافي الجوهر الايه النقي يجي يحدث من الاسراء علشان شوية يطلع مثلا الناس يؤذب ايه يفتن لان ايه لانه يريد الممحصين الذين يؤمنون على حمل الدعوة الله ويمكن ان يؤمن على حمل الدعوة بعد ما يتقه يتجرب ولذلك كل اللي حملوا الدعوة وناس خرجوا من نعين خرجوا من نعين يعني مثلا مصعب ابن عمير اللي كان فتى قرش المدلل مثلا ايه فتى قرش المدلل ده اللي عنده الغنى وعنده اللبس وعنده العطر وعنده عنده عنده وبعد ذلك يرى وهو لابس جلد تيس قوم النبي يقول دعوة وننظروا كيف فعل الإيمان بصاحبكم والله لقد رأيته في مكة وهو سيد شبابها وإزاي الإيمان عمل وياك كده دسلهم من خصوم الدعوة ولذلك كل صاحب دعوة يجب يوطن نفسه على أن يتحمل المتاعب وعلى أن يتحمل الألام وحين يتحمل المتاعب ويتحمل الألام يبقى اللي بيدعوه يقول الله ده مش عايز الدعوة للأباو ولذلك تجد كل دعوة ظلة طرفها يأتي لدعاتها أولا وكل دعوة حق تعبها يأتي لدعاتها أولا لما تجي تشوف مثلا يبعبت الشوعية تلتفت لهم يختفوا الشوية الناس اللي عندهم عقدة من الفقر وعقدة من اللي مش عارف ويقعدوا يفيضون عليهم من الأموال ويتمتفت تلاقي الولد عمال بيشرب بقى سجار إيه وليبس جزمها شكلها إيه وليبس مش عارف إيه وعاش بقى عيشها إيه يقوم دولي بياخدهم أتمنى ضلالهم مقدما لأنه لما يجي الضلال مش حيقا لهم تمنى بياخدها الأول كده لكن صاحب الدعوة الحق هو اللي بيدفع الأول وهو اللي بيدفع الأول حين يرى الناس إن واحد بيانتفعش بهذا الأمر وتعبان فيه يقول يا سلامة إذا كان راضي لنفسه هذا يبقى ده لازم دعوة إيه دعوة حق ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يجي ينروح مشرع كده أهله ما يخدزك أهله 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 أبدا ولما يموت ما يورثوش يبقى إذا حرمهم من إيه مما يوجدوا لأمثالهم من غير أهل بيته يبقى إذا الدعوة جات عليهم هم ماذا كده ولا لا لكن دعوات الباطل الخير يأتي لهؤلاء فحين ترى إن أي دعوة تغدق أولا على أتباعها فاعلم أن الدعوة ضالة ولولا الإغداق لما تبعها أحد وإن أردت داعيا منتفعا بأي شيء من الدعوة فاعلم أنه ضال أيضا لأن صاحب دعوة الحق يتعب أولا يجهد أولا وفسرها كده في الكون تنتلئها منطقية إيه منطقية طبيعية منطقية طبيعية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في لقاء آخر لنواصل رحلتنا مع بني إسرائيل أمين يا رب السلام عليكم أيضا 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 أيضا